السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الحق سبحانه في سورة الذاليات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون لماذا رسمت أيد هنا بياء في منتصفها قال ابن البن المراكشي كلاما حسنا خلاصته أن زيادة الياء جاءت لتوضيح الفرق بين الأيدي التي هي جمع يد والأيد التي هي جمع قوة ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي فزيدت الياء والراجح أن كلمة أيدي هنا هي جمع يد وردت في القرآن الكريم بالرسم العادي مرتين وذلك في قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها وفي قوله سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب غير أنها وردت هنا برسم مختلف بزيادة حرف الياء في منتصفها وذلك للإشارة إلى القوة التي بنى الله بها السماء كما تشير إلى قوة وعظمة هذا البناء الذي بناه الله عز وجل بهذه اللطيفة نأتي إلى ختام لقائنا لهذا اليوم مع المزيد من اللطائف القرآنية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته